أكد رئيس مجلسي النواب والشورى أن ما حققته السلطة التشريعية من إنجازات خلال الفصل التشريعي الخامس يعد ثمرة للدعم اللامحدود الذي حظيت به من لدن جلالة الملك المعظم ومن خلال التعاون والمتابعة التي قدمتها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مثمنين في ذات السياق الجهود الكبيرة التي بذلها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والنواب ومساعيم المخلصة لخدمة الوطن والمواطنين جاء ذلك لدى استقبال معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب حيث بيّن معاليهما أهمية استمرار المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والعمل على تطويرها مستعرضين ما تم إنجازه بشأن مبنى المجلس الوطني الجديد إضافة إلى بحث الترتيبات الخاصة باستقبال الفصل التشريعي القادم حيث تم توجيه الأمانتين العامتين لمجلس الشورى والنواب للتعاون بشأن ذلك وخلال اللقاء تم بحث الترتيبات والأمور التنظيمية وتشكيل الليجان لاستضافة مملكة البحرين لأعمال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي السادس والأربعين بعد المئة والمقرر إقامته شهر مارس من العام المقبل كما تم تأكيد ضرورة مواصلة التعاون القائم بين المجلسين بما يعزز العمل نحو تحقيق الأهداف المشتركة ومتابعة عمل السلطة التشريعية خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة